مرحلة حساسة وانتقالية تنتظرها الأحزاب الكردية من جهة والشارع الكردي من جهة أخرى للخروج بصيغة توافقية وإنهاء السباق حول المناصب السيادية فسراع النفوذ وفرض الإرادات بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير حول استحداث منصب نائبين لرئاسة الإقليم من أهم العقبات التي تقف في طريق تشكيل حكومة الإقليم جرت اتفاقيات مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني وأيضا مع حركة التغيير وربما كان هناك مخاض طويل من هذه المحادثات برأيي أنه سبب تأخير الحكومة وكان يخص الأحزاب الكردستاني وخاصة الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني مخاض عسير منذ إعلان نتائج الانتخابات قبل خمسة أشهر أو يزيد حيث لم تصل الأطراف الكردستانية لتشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم المنتظرة فالخلافات السياسية تعصف بربيعها السياسي بعد أن أخفقت اللجنة القانونية البرلمانية بتقديم تقريرها النهائي حول تعديل مشروع قانون انتخاب رئاسة الإقليم وعدم توصل الأحزاب الرئيسية الثلاثة فيها الاتحاد والديمقراطي وحركة التغيير إلى رؤية موحدة لتشكيلها ما زالت اللجنة القانونية في برلمان الإقليم تدرس وتنتظر نتائج الاتفاق الأحزاب الكردية حول تقرير اللجنة القانونية للإسراع بإعلان تشكيل حكومة الإقليم المقبلة حجم الانقسام الحاد بين الأطراف الكردستانية حول إدارة الإقليم لأربع سنوات مقبلة قد يفجر صراعاً داخلياً طويل الأمد يلقي بظلاله على الحياة الاقتصادية فيه هل سيغادر أحفاد الجبل لغة التهديد ورمي التهم فيما بينهم أم أن الإصرار على الخلافات سيقطع حبل الوصل نحو تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف المتخاصم من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر